ثم أحبائي المسيح أظهر سلطانه الفائق في عدة مجالات أولا أحبائي في تعاليمه في العظة على الجبل اللي بيدرس هذه العظة إنجيل متى إصحاح الخامس والسادس والسابع وأنا بتمنى من كل قلبي كل مشاهد بشاهدني سواء على البث المباشر على القناة الفضائية أو يعني عم بتشاهدنا على السوشال ميديا على الصفحة بشجعة تقرأ عزة المسيح على الجبل وسوف ترى تفوق وسمو ورفعة يسوع المسيح عن سائر الأنبياء فالمسيح لم يقل مجرد أقوال ولكنه فعل أفعال عندما قال أنا هو الطريق والحق والحياة فعلا فتح الطريق من خلال موته وقيامته عندما قال أنا هو خبز الحياة لقد أشبع الآلاف عندما قال أنا هو نور العالم فتح عيون العمي وعندما قال أنا هو القيامة والحياة أقام الموتى بل أقام نفسه من بين الأموات عندما علم عن الغفران وهو كان مثلا للمسامحة والمحبة والغفران غفر للناس من حوله حتى طلب من الآب أن يغفر لصالبيه أيضا في التعليم كان يقول قد سمعتم أنه قيل للقدماء أما أنا فأقول لكم قل لمن يستطيع تحت الشمس في هذا الوجود أن يقول أن يتفوه كلام مثل هذه الكلمات وأي كلمات أعطى بعد روحي عمق روحي تفسير روحي معنى روحي للآيات التي تقتبس من العهد القديم وحطها في قالب بمفهوم إلهي بسياق إلهي لدرجة من يستطيع أن يطبق العزة على الجبل إلا إذا كان قد اختبر سر المسيح اختبر فداء المسيح غفران المسيح وخلاص يسوع المسيح وإلا كيف يستطيع أن يطبق الإنسان كلمات المسيح لا تدينوا لكي لا تدانوا اخرج الخشب من عينك أولا ثم تستطيع أن ترى القذف عين أخيك من يستطيع أن يقول هذه الكلمات كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل من يستطيع أن يقول إن لم يزد بركم على الكتبة والفرسيين لا تقدروا أن تدخلوا ملكوت السماوات من يستطيع أن يقول أحب أعداءكم باركوا لاعنيكم أحسنوا إلى مبغديكم وصلوا لأجل الذين يسئون إليكم ويطرنونكم من يستطيع أن يقول هذه الكلمات إنه يسوع المسيح كلمة الله ابن الله رسم جوهر الله بهاء مجد الله هو الوحيد الذي استطاع بكل أمانة وبكل جهارة لأن أثبت أقواله بأفعاله أما أنا فأقول لكم أحبائي واضح أن يسوع المسيح مثل ما قلت أحبائي بهت من تعليمه لأن كلامه كان بسلطان لم يتكلم أحد قط كما تكلم يسوع المسيح اشتركوا في القناة